تكرار الوجوه السياسية الحالية في ملسقات المترشحين للانتخابات البرلمانية في العراق لا يعطي العراقيين إلا مزيدا من خيبات الأمل وإحباطا من إمكانية التغيير وتوجسا من مستقبل مجهول فالشارع اليوم يرى بأن بديل النظام السابق قبل الاحتلال كان طبقة سياسية لا يمكن إزاحتها مجموعة أحزاب تتقاسم السلطة بالتناوب من أجل مصالحها دون هوادة نفس الوجوه المدورة علينا نفس الفساد نفس حيثان الفساد هؤلاء الذين نهبوا وسلبوا المال العراقي وقد دمروا الشعب العراقي ببنهاج ممنهج بطريقة ممنهجة لا لتعمير العراق بقدر ما تهديم العراق يأس السكان من تغيير مرتقب هو السائد أمام ماكينات مالية مهولة ومال سياسي يضخ في كل الاتجاهات ويرى معظم العراقيين أن الأحزاب الحاكمة نفسها ستعود لتحكم من جديد شاء من شاء وأبى من أبى والكلام لصحيفة العرب اللندنية التي تحدثت عن شعور سلبي سائد لدى العراقيين يعززه الفساد المستشري في البلاد الذي غالبا ما يفلت مرتكبه من العقاب بينما لم يستفد المواطنون من الخدمات الأساسية مثل مياه الشرب والكهرباء ووسائل النقل العام رغم التصاعد المستمر في أسعار النفط ووفبا لأرقام مفوضية الانتخابات فإن نحو 20% فقط من المترشحين في الانتخابات المقبلة هم وجوه جديدة تتحدث عن نيتها في التغيير إلا أن ذلك لا يعني شيئا في لعبة السياسة التي تديرها نفس الأحزاب التي تحكم العراق منذ عام 2003 إذ أن الوجوه الجديدة بحاجة لا مفر منها للانخراط مع الأحزاب الكبيرة لتحقيق الفوز وباستثناء رؤساء الكتل الحاكمة فإن نحو 7000 مترشح للانتخابات قد يجدوا أنفسهم مضطرين للانضواء تحت عباءة هذه الكتل للظفر بمقعد واحد على الأقل تحت قبة البرلمان ترجمة نانسي قنقر